رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط وأضف بايدن أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود وفيما يتعلق بتهديدات إسرائيل بالرد على إيران واستهداف عدد من المنشآت النفطية رفض الرئيس الأمريكي التعليق على نانا وكان بايدن قد أكد في وقت سابق أنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية تستهدف المواقع النووية الإيرانية